تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مضلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا أعلنت وزارة الصحة والسكان مناظرات وتوقيع الكشف الطبي على 3.153.290 مواطنا من طالب الحصول على معاش تكافل وكرامة منذ إطلاق البرنامج وأكدت وزارة الصحة على خطتها لرفع وتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة طالب الحصول على معاش تكافل وكرامة حيث تم ربط موقع التسجيل إلكترونيا بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بحيث تظهر بيانات طالب توقيع الكشف الطبي بصفة يومية